كانت معنا أم رجب أمس وكانت بتسأل إن هي وجدت شيء وبعدين لقيت واحدة زملتها فأعطت لها هذا الشيء اللي وجدته في مكان العمل وزملتها دي قالت لا أنا حرجع الحاجة دي أو أنا حديها لصحبتها وبعدين أو تدور على صحبتها وتدهلها هي بتقول بعد كده ظهرت صاحبة الشيء ولم تجده والتانية ثابت الشغل ولم تعطي اللقطة لصاحبتها الشيء اللي اطلقت اللي لقيته فوجدته لصحبتها ففي الحالة دي بتقول أنا علي اسمي في هذا الأمر وبتقول إنها ثابت الشغل يعني إنما شفاء العي السؤال ما كانش واحد يسيب شغله قبل ما يسأل الأول يامه رجب لأن حضرتك في الحالة دي المفترض الإنسان لما يجد شيء اللي هي حكم اللقطة الإنسان بيجد شيء يلتقطه المفترض أعمل إيه؟ النبي علمنا إنه الإنسان يعرف يعرف دي في مجتمعنا المعاصر إنه أكيد في كل مكان عمل فيه أو فيه أي مكان نوادي أو شيء فيه حاجة اسمها مكتب الأمانات إنه الإنسان وجد شيء أو لقى شيء بيسلمه للجهة الاختصاص الخاصة بيه بقول له أنا وجدت الشيء الفلاني ده عشان لو إنسان سأل عليه ده المفترض إن أنا أعمله أو إن أنا حاجة تانية باجي لرئيس العمل أقول له بالنسبة لحالة حضرتك أنا لقيت اللقضتي في مكان العمل وأنا فلانة أدتها هذا كنت جبت زملتك أصاد مدير العمل وأشهدت على ذلك إن أنا أدتها لها بحيث إنها ترجعها وهي ضامنة إنها ترجعها لصحبتها أما أنت إنت إنت إديتها لها دون يعني حرص منك أو إنك إنت إستوثقت أمانة في غير يعني أو استودعتها شيء وإنت ما إنتش عارفة لقدامك وضع إيه بالزبط فإجابتك بالنسبة لي فيما أرى إنه حضرتك تدوري على الزميلة اللي أخدت الحاجة دي ومشيت أكيد كانت سايبة بطاقتها في الشغل أو شيء فنتكلم معاها صاحب العمل وإنتي كمان بالمشاركة معاك يتكلموا معاها ترجع الحاجة اللي عندها أو ترجع قيمتها إذا تصرفت فيها ده أول شيء إحنا نتواصل مع اللي خدت الشيء عشان ترجعوا ترجعوا بأي صورة كانت هي معرفش توصلوا لها رفضت تمناعت ما عندكمش طبعا دليل إنها خدت لإنك إنتي ما أشهدتش وناس ما شافتكيش وإنتي بتديلها الحاجة هنتقل للحاجة التانية إنك إنتي عليكي القيام بسداد هذه الحاجة ترجعها أو القيام بسداد أو صاحبة الشيء تسمحك فيه ترجعي لصاحبة الحاجة وتقول لها أنا الشيء ده أنا وجدته لإنه كان بقى في ضمانك ساعة أنت خدتيه بدل خدتيه يبقى أنت عايزة توصليه إذا لذلك بعض الفقهاء قالك لو أنت مش ضامن تاخد الحاجة ما تاخدهاش عشان ما تلتقتهاش وبعد كده ربما تطمع فيها فتفسد وتفسد فأنتي في الحالة دي خدتيها عشان تشوفي مين صاحبت مش عشان إن أنا أهدرها وضيعها مع وحدة ما عندهاش أمانة فخدت الحاجة ومشيت فأنتي بتقولي كمان أنا مشيت من الشغل واضح إن الموضوع تمت فيه مشكلة فأنا هلجأ لصاحبة الشيء أتفاهم معاها إذا لم نتمكن بإلزام الأخرى بإرجاع الأمانة دي نحن أتفاهم معاها أرد إليكي القيمة بتاعتها أو إن أنا أرجعها لك على شكل أخصات أو إنها تسمحك في الأمر ده وإذا ربما لما تحكي لها إن فلانة دي أخدت لأن واضح إن الموضوع اتعرف وتمت على أساسه مشكلة لكن ليتعلم الإنسان بعد ذلك أنا لأخدت شيء لقيت شيء وخدته يبقى أنا ألزمت نفسي بإن أنا أوديلي الجهة بتاعته عشان أبرأ زمتي أرجعه للمكان بتاعه مكتب الأمانات لا يضرين إن إنسان ساعتها نديت مكتب مش هادي واحدة بتتعالي وأنا حدها لو بنتأخذ الحاجة وتمشي ده بالنسبة للسؤال الستة المراجب معينا ترجمة نانسي قنقر